بعد تحقق توقع مشي الحيك للمغرب ووصولها للعالمية ماذا حدث بين قطر والامارات برحب بكل متابعين ومشاهدين قناة أنا وهي والنجوم في حلقة جديدة من حلقات التوقعات أسعد الله أوقاتك بكل خير تمر سنة منذ 1985 دون أن يصير الفلك اللبناني مشي الحيك أو نستردامس العرب الجدل في العالم العربي بترح توقعات مسيرة تتحقق في كسير من الأحيان وتسير الدهشة وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقر الفلك اللبناني مشي الحيك حلال توقعاته لعام 2020 وعام 2022 قوي بكواليس الجوائز التكريمية العالمية حيث أشار إلى أحداث حصلت بالفعل مع أثار تفاعل واسع جدا وانتشر توقع لمشي الحيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه أن الرياضة المغربية بتحصد جوائز كثيرة وبتحفر اسمها بسجلات التفوق العالمية بتحصد الرياضة المغربية جوائز كثيرة وبتحفر اسمها بسجلات التفوق العالمية هذا وتشهد كرة القدم المغربية تألقا غير مسبوك تمثل بوصول منتخب البلاد إلى دور النصف النهائي ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم في قتل بعد تفوقه على منتخبات عالمية مثل أسبانيا والبرتغال والبلجيكا وينتزل جماهير السحرة المستديرة موعد مباراة المغرب بقرواتيا في كأس العالم قطر 2022 والتي ستحدد المركز الثالث في مونديال 2022 من كان يظن أن هذا المنتخب المغرب سيصل يوما إلى نصف نهاية كأس العالم بهذا الفوز تحدد المغرب الجوائز كما وصلت العالمية لكن الحلم تحقق اليوم هنيئا لكم بهذا الفوز هنيئا لكم بتشريفكم للعالم المغربي برفض رأية المغربي عاليا في كأس العالم بقطر أما عن قطر والإمارات فقال مش الحيك تبادر قطر لهدم الجدران الفاصلة بينها وبين الإمارات بتبادر قطر لهدم الجدران الفاصلة بينها وبين الإمارات وفي زيارة هي الأولى من نوعها منذ أنهت السعادية وحلفائها مقطعة للدوحة قبل نحو عامين رئيس الإمارات بزيارة رسمية القطر تلبية لدعوة الأمير تميم ابن حمد الثاني الذي تستضيف بلاده كأس العالم لقرة القدم فهذه الضحكات والاستقبال الحار للرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان من قبل أمير قطر تميم بن حمد في الدوحة وقال أمير دولة قطر في تغريدة على تويتر أنه جرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الأقليمية والدولية وفي مقدمتها سوى لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ليست إلا دليلا على ذوبان جليد المقاطعة الخليجية لقطر كما رآها المحللون وبحث الجانبين العلاقات السنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى أفاق أرحب وأوسع من التعاون المصمر فأمير قطر استقبل البارحة الرئيس بن زايد في مطار حمد الدولي في لحظة ترقبها الكثيرون وفي توقع آخر في الإلتراس السنة 2022 المشي الحيق تمتين العلاقات وبناء جسور جديدة بين قطر وأبوظبي تمتين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبوظبي وقطر وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس الإماراتي لدى وصوله إلى الديوان الأميري وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على حساب الرسم في تويتر وصلت إلى الضوحة التي تستضيف بنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم وأضاف أنه بارك لأخي تميم ابن حمد والشعب القطر الشقيق هذا التميز وتمنيات لهم بدوام التوفيق والنجاح وتابع وسعد ببحث العلاقات الأخوية وسبل تعززها وتتورها بما يخدم المصالح المشتركة كان للزيارة وقع كبير خصوصا بعد انتشار هذه الصورة التي يظهر فيها كما ترون أمير قطر وهو يقود سيارته رفقة الشيخ محمد بن زايد يتحقق بذلك توقعات ميشيل حيك ومع اقتراب نهاية كل عام ينتظر الجميع توقعات ميشيل حيك الجديدة التي تطال كل المجالات وفيما يلي لمحة عن توقعات ميشيل حيك لعام 2022 وما تحقق منها التوقع الأول كان عن القضية الفلسطينية وقال انها هتكون الى الوجهة العالمية من جديد بالفعل قضية اجتيال الصحافية شرين أبو عقلة برساس الجيش الإسرائيلي وظهور مقاومين جدد وهم عارين الأسد الذين فرضوا سقالهم على حساب الجانب الإسرائيلي وأثار الرعب في قلوبه طبعا كانت قضية وصلت للعالمية والصحف العالمية وأثار الدجة كبيرة التوقع الثاني كان عن رصد أجسام فضائية غريبة وعودة الحديث عن الصحون الطائرة بالفعل علماء فلك في أوكرانيا لحظوا ظهور العديد من الأجسام الطائرة المجهورة فوق سماء العاصمة كيف وأكر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة لإنشاء وكالة للتحقيق في الأجسام الطائرة المجهورة وأعترفت أجهزة الاستخبارات وسائل الإعلام بأن الظواهر الجوية غير المحددة حقيقة وقعة بينما دع المهندسون والعالماء في فرنسا إلى تكسيف الدراسات حول هذه الظاهرة توقع الثالث دجة في البرلمان البريطاني ده تحقق بإجبار رئيس الوزراء بوريس جونسون على الاستقالة ثم انتخاب ليستريس خليفة له لتستقيل أيضا بعد أسابيع فخدم تفاقم الأزمة ثم تعيين ريشي سوناك في المنصب الملعون التوقع الرابع كان بيقول مش الحيك عملية إرهابية في إيران بالفعل تم اغتيال عقيد في الحرس السوري الإيراني وقت لو جرح في هجوم مسلح على مركة ديني بمدينة الشيراز بجنوب إيران التوقع الخامس كان على الأمارات بيقول مش الحيك أن الأمارات بتفتح أبوابها لكسر من لجوء السياسيين وده تحقق بالسماح بمنح الجنسية والجواز الإماراتي للمستثمرين والموهبين وأصحاب المهن المتخصصة التوقع السادس كان عن مارك كان بيقول مش الحيك مارك مؤسس فيسبوك وميتة في خطر بالفعل مارك بيواجه خطر الإقارة من منصبه بسبب عدم الردع عن الطريقة اللي بيزير بها شبكة التواصل الاجتماعي مارك بيخسر نص سروته خلال تسع شهور التوقع السابع بيقول مش الحيك مفاجأة عند برج خليفة كان في حريق مروع التهم بناية من خمسة وثلاثين طابق أرب برج خليفة بتوبيل التوقع التامل لمش الحيك بيقول فيه الشاركة ستتشح بالأسود وعلى موعد مع حزن إمارة الشارقة على موعد مع حزن شديد وده كانت حقق بوفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة ابن زايد المش الحيك فتوقع تاسع فيروس كورونا هو مجرد البداية وهناك أمراض جديدة ستظهر بالفعل السين تكشف عن بيروس جديد حيواني المنشأ تسبب في إصابة خمسة وثلاثين شخص يدعى بيروس لانجية غير انتشار الإصابات بجدر الأرود التوقع العاشر لمش الحيك بيقول سنشهد متحورات كثيرة لبيروس كورونا طبعا شفنا متحورات كثيرة جدا لبيروس كورونا كان فيه متحور جديد يدعى القنتور ده أثار قلق العلماء ده كمان جرمه تحور إيموكرون والذي أثار مخاوف عالمية اتوقع مش الحيك بتوقع آخر أصاب فيه بيقول ان العائلة الملكة القطرية تتجرع من كأس الحدن بالفعل فجع الموت الأسرة الحكيمة في قطر بوفاة الشيخ محمد ابن خالد ابن حمد ابن عبدالله ألسان التوقع الاثناشر قال مش الحيك ادفق واحد نجم رياضي عالمي على ملاعب قطر وده كمان حصل كأس العالم قطر 2022 يعتبر هو الأخير للنجم الأرجنتيني ليون المسي في مسارته الدولية التوقع الاثناشر بيقول مش الحيك المياه تحاصر الكويت بالفعل تم إنقاذ 211 شخص حاصرتهم مياه الأمطار في الكويت التوقع الاربعتاشر كان بيقول عملية خطيرة زاد صلة بسجن بحريني التوقع ده تحقق إزاي؟ صحة السجناء كانت في خطر جسيم فزل استجابة جركة في يمن مسؤول السجون لحالة الصلة في سجن الجو التوقع الخمستاشر كان بيقول مش الحيك القبض على رؤوس إرهابية في السعودية تم بالفعل القبض على إرهاب سعودي هدت سفارة المملكة في لبنان وأعلنت رئاسة أمن الدولة بالسعودية عن تفجير الإرهابي عبدالله بكري الشهري نفسه في حي السامر بجدة وتنفيذ حكم القتل بعدد من الإرهابيين في السعودية التوقع 16 كان بيقول مش الحيك قرارات ملكية سعودية كبيرة القرار ده كان قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط والذي اعتبروا البعض تمرد من الرياضة على واشنطن وتغير في أولويات المملكة القرار كان مفاجئ خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية وتلب شخصيا من محمد بن سلمان زيادة إنتاج النفط توقع آخر قاله مش الحيك عن عارضة أزياء السعودية قال إنها هتسحى للجمهور ده كان فيه موديل اسمها روز السعودية فرضت وجودها على الساحة العالمية توقع 18 عن سوريا بيقول مش الحيك سوريا تعوم على بحر من النفط فعلا تم الكشف عن حقول نفط جديدة بشمال العاصمة دمشق وجنوبها توقع الأخير معانا مش الحيك أصاب مجددا فيه بعد أن توقع حدثا بقرة القدم السعودية وقال إنها إلى العالمية حدث في قرة القدم السعودي بيرفعها للعالمين وهو ما حدث بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال قطر مفاجأة من العيار الثقيل في اليوم الثالث للمونديال فمنتخب السعودية حقق انتصارا تاريخيا على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لو أول مرة بتشوفوا القناة تشارفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد ياريت دعموني بلايك وكومنت وشاري الفيديو شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم تغيير مناصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم بأبو دون مواقع الأردن عمان على موعد مع يوم